قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن بلاده لم تخسر الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية بعد سقوط مدينة الرمادي واصفاً سيطرة التنظيم على المدينة بأنه انتكاسة تكتيكية وأوضح أوباما في مقابلة مع مجلة The Atlantic الأمريكية أن الرمادي كانت عرضة للخطر لفترة طويلة ملقياً باللائمة في سقوطها على افتقار قوات الجيش العرقي للتدريب والتنظيم على حد وصفه في السياق ذاتي قالت الإدارة الأمريكية إنها لن تغير استراتيجيتها في محاربة التنظيم على الرغم من سقوط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد تصريحات سابقة مغايرة